نحن لنضع إطار نحن نتطرق في هذه الحلقة إلى موضوع قوات الرضوان لأن العدو أثاره سواء على مستوى العسكري أو على مستوى المؤسسة الأمنية أو حتى على مستوى المستوطنين ولكن حزب الله حتى هذه الساعة لا يزال صامتا حتى التسريبات عادة ممكن تسمع أو تلتقط بعض الإشارات بالكامل حزب الله صامت عن موضوع الرضوان وما يجري الحديث عنه من قبل العدو وبالتالي هذا الصمت مرده إلى أسلوب وطريقة عمل حزب الله ويعمل حرب نفسية صادقة ولكن هو أيضا لا ينجر إلى ما يريد العدو أن يذهبه أو أن يأخذه إليه وبالتالي موضوع الحلقة هو لتعريف الناس على قوة الرضوان التي تخلق العدو والفكرة والنشأة وما إلى هناك إذا أردنا أن نتكلم عن هذه القوة هذه القوة بالتراكم الذي خضعت له المقاومة خلال أربعين عاما يمكن أن نقول هي خلاصة هذا التراكم العسكري للمقاومة منذ نشأتها يعني عندما نتكلم عن المقاومة منذ البداية كان هناك فكرة يعني لما كانت المقاومة بعدها بالبداية وعندما تبلورت أكثر بعد استشهاد السير عباس الموسى وأصبح لها هكالية وانتظمت أكثر بطريقة منتظمة كان هناك فكرة بأن يكون هناك قوة خاصة رديفة للتشكيل العسكري للوحدة العسكرية المركزية والتالي مثل كل الجيوش أو المقاومات دائما قوة خاصة نتكلم عن المعنى العسكري وليس بالمعنى الأمني قوة خاصة تقوم بعمليات خاصة ولكن الإطار الذي عملت فيه في تلك الفترة هي أن تكون في الإطار الدفاعي يعني تقوم بهجوم على مواقع هجومات على مواكب لقيادة العدو في الحزام الأمني الذي كان في فترة الاحتلال كما حصل مع مردخاي مثلا أو كما حصل مع بعض القيادات تضع عبوات في مناطق نافذة داخل العدو تقوم بالإغارة على مواقع كما حصل في عرمتة والبياضة في نهاية فترة الاحتلال وبالتالي هي كانت بالإطار الدفاعي البحث يعني حتى أنت عندما تقوم بإغارة على موقع تحتله أو يقيمه الاحتلال في أرضك أنت تقوم بالدفاع عن أرضك تهجم عليه من أجل الخروج وليس من أجل لجوم عليه داخل جغرافيته أو داخل أرضه تقاوم ولكن حصل عام 2000 حصل التحرير وكبرت نسبيا وأصبح لها مهام متعددة هي نفذت عملية الأسر 2000 مثلا هذه التشكيل الخاص قام بتنفيذ عمليات الغجر عام 2005 قام بتنفيذ عمليات الأسر بال2006 فأصبح لديه مهام خاصة ولكن بقيت أيضا حتى هذه اللحظة ضمن الإطار الدفاعي والتصدي الذي حصل في عدد من القرى في عام 2006 كان عمدته هؤلاء المجاهدون وهؤلاء المقاومون الذين كانوا يشكلون قوى الخاصة على الامتداد طبعا إلى جانب التشكيل الجغرافي الذي كان موجود في القرى وفي المدن المختلفة على امتداد الحدود وبالتالي فكرة أن يكون هناك قوى خاصة موجودة بيد المقاومة هي منذ البداية موجودة وليس منذ ما بعد منذ النشأ هذه الفكرة موجودة ترجمة نانسي قنقر